ودلوقتي هنعمل مع بعض زلابيا بالشوكولاتة هامل زلابيا ده اولا عادي جدا وهعمل لها صص شوكولاتة عادي واعمل لها شوكولاتة قابل الدهن بس اسياحها شوية بحيث ان احنا ناكلها مع الزلابيا او بالعسل زي ما انتوا عايزين النهاردة ليها تلات غلافات شكلهم ايه بقى دول بسم الله هنقول دلوقتي واحدة واحدة مع بعض عندي هنا كبايتين دقيق كبايتين دقيق هنحط عليهم معلقة خميرة معلقة خميرة صغيرة معلقة سكر صغيرة معلقة نشا كبيرة تمام ورشة ملح خلاص حابة تحطي فانيليا مش حابة مش مشكلة نيجي بقى هنا يا اما حديها العسل وده العادي جدا بتاعنا طبعا هناجم بمية وفي الاخر حطها في العسل العادي خالص يا اما هعمل لها اللي هو الغلاف الاولاني لو عندي الشوكولاتة اللي هي قابل الدهن هحط لها بس شوية لبن على النار وأغليها وأسيحها شوية عشان أغطي بيها الزلاف يدي تمام ما عنديش ده عندي شكواتة مبشورة هحط لها شوية لبن مع شوية زيت على النار أسخن الزيت مع لبن على النار وحط عليه الشوكولاتة فبقى سوس شوكولاتة تمام كده ده كزا حاجة لها سهلة جدا وبسيطة وعايز أقول لكم بقى عشان تاكل حاجة ما زي دي بره غالية جدا 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 يعني يدوك علبة قد كده بعشرين جنيه ما فيهاش عشر وحدات حاجة غريبة كده عشرين خمسة وعشرين كمير حصل مكان للتاكل منه تمام وطبع عندي زيت للقلي هنيجيب هنا كباتين الدقيق عليهم معلقات خميرة صغيرة معلقات سكر صغير رشة الملح معلقات نشة كبيرة وقلب ده كله مع بعضه وبالميا ازود ميا وما خلهاش تعقد يعني ما خلهاش تمسك في بعض كل ما هلاقيها هتلم كده اروح حطة ايه؟ اروح حطة ميا واسبها بقى تخمر تمام بصا القوام ده حلو جدا كده واسبها تخمر بصا غiotو خلال احبات ابدأ بقى ان انا ايه؟ اجيد معلقات صغيرة ديك انا هغطيها وسألوها تخمر دي الخمرانة ماشي احبطها كده شوف قوامها ايه حلو زي الفل اجي بعد الوقتي واروح ايه اخدها عشان اقليها هو حلو كمان لما انت تهبطيها واستبيها تخمر ثاني بعدين انت تهبطيها واستبيها تخمر ثاني ديت الدكرة تجي حلوة جدا في التحمير تمام يعني تعمليها كده واستبيها شوية صغيرين جدا بتخمر بصرع قوي بطريح مهبطها تاني طي مش هينفى دلوقتي طيب ماشي ثواني انا بس هنا كده اجيب بولة فيها مية لا زيت مش عايز اخريكو تعمل موضوع المية ده ممكن اخبر زيت ده حتى قبل فيه الايه احنا بنعمل بمية بس انتو تعملوها بزيت احسن وبوز المعلقة كده واحط تمام الزيت يكون سخن مش مقدوح سخن بس تمام بس كده وحمرها مرتين بعد ما تسخن بقى معي وتديني الدوري اللي انا عايزاها وتبقى حمرة بقى كده ومش حمرة سفرة اشيلها وبعدين اروح محمراها تاني سيبها تبرد وارجع حمراها تاني ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة